برعاية أبوية حانية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للموهبة والإبداع وانطلاقا من حرصه حفظه الله وما توليه القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية من اهتمام ودعم لا محدود في جميع ما يتعلق بمجال التعرف على الموهوبين ورعايتهم أتت فكرة برامج موهبة الصيفية المحلية التفرغية والغير تفرغية وبالشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع مع جامعة طيبة للسنة الثانية على التوالي أقيم برنامج موهبة الإثراء الصيف المحلي 2013 بعنوان العلوم والتكنولوجيا في خدمة المجتمع حيث قيم في الفترة من السادس إلى الخامس والعشرين من شهر شعبان لعام 1434 هجرية في رحاب جامعة طيبة في المجمع الأكاديمي للبنات بالسلام ويشرف عليه فريق مختار بعناية برئاسة دكتور إيمان بنت عبد الرحمن عسيري وكيلة عمادة البحث العلمي ونخبة من أعضاء هيئة التدريس والموظفات في مختلف الإدارات بالجامعة ومتطوعات من التعليم العام والتعليم العالي حيث كانت بداية فعاليات برنامجنا لقاء تعريفيا بالموهوبات ووليات أمورهن للتعريف بالبرنامج والمسارات العلمية وتحديد رغبات الموهوبات في اختيار المسارة التي ترغب الالتحاق به وتختص موهوبات الرعاية المستمرة من البرنامج الأول في مسار الهندسة الكهربائية وتضمن اللقاء العديد من الفقرات كالتعريف بالمسارات حيث يتضمن ثلاث مسارات علمية بإشراف النائب العلمية دكتور نادي الكاف مسار الهندسة الكهربائية بإشراف الدكتورة بهية الصبحي ومساعدتيها الأستاذ الشيمان نبيل والأستاذ ريمة بحمود حيث درسنا الموهوبات من خلال نشاطات هذه الوحدة أساسيات التيارات الكهربائية والمقاومة والطاقة والمغناطيس فطبقنا ما تعلمناه نظريا برسم وبناء سلسلة من الدوائر الكهربائية المتوازية والمقاومات الكهربائية والملفات الكهربائية والصمامات الثنائية ومقاومات النقل الكهربائي وتم تدريس الموهوبات في هذه الوحدة الكهرومغناطيسية والتي تعد من الأساسيات الفيزيائية في الإلكترونيات الحديثة والتعرف على طرق تصنيع الأجهزة المستخدمة في الحياة اليومية وإنتاج نماذج مماثلة لها وذلك باستخدام قانوني أوم وكيرشوف مسار أساسيات التصميم الهندسي بإشراف الأستاذ روان الفيزي ومساعدتها الأستاذ مهل وكيل حيث عمل الموهوبات كفريق درسنا مشاريع هندسية فعلية مستخدمة في مبادئ التصميم وتم بناء وفحص نماذج وفهمنا فيزيائية نموذج يتم تصميمه مدركين بذلك الجوانب الميكانيكية والكهربائية والمغناطيسية وكمية السوائل الممكن إدخالها في التصاميم حيث أعطى للموهوبة الحصول على الأساس العلمي والنظر الشاملة في فهم مجال التصميم الهندسي وبالتالي التفكير في مواجهة وتحدي المشاكل بحلول مبتكرة كما ساعد الموهوبة على المساهمة في تطوير الواقع الهندسي مسار مقدمة في العلوم الطبية الحيوية بإشراف الدكتورة عبل البحيري ومساعدتها الأستاذ نهل الأحمدي حيث تعلم الموهوبات آليات التشريح وعلم وظائف الأعضاء الفيزيولوجيا للإنسان كما درسنا الإختلالات التي قد تحدث في جسم الإنسان والتي قد تسبب الأمراض وتم التعمق في فهم عدة محاور مثل جهاز الغدد الصماء والبنكرياس واستقلاب السكريات وتأثيرات الكيميا الحيوية على الجلوكوز وذلك من خلال التعرض لدراسة مرض السكري وقد اجتمل التطبيق العملي على تقنيات علم الأنسجة والتشريح ووظائف الأعضاء للإنسان والحيوان والكيميا الحيوية بالإضافة إلى ذلك تعلمت الموهوبات القراءة النقدية والرد على المقالات بأسلوب علمي وعام معا البرنامج التدريبي والترفيهي بإشراف الأستاذة مريم الرويثي والأستاذة أماني الشريف سعينا في هذا البرنامج لتكون البرامج متنوعة وممتعة حيث تبدأ الأنشطة بعد صلاة الظهر وتناول طعام الغداء حتى الساعة الرابعة عصراً تتخلل هذه الفترة الدورات القصيرة في البحث العلمي وكيفية تطوير الموهبة والتي هدفها سقل الموهبة والإبداع وإخراجها لتكون لبنة بناء في المجتمع كما أننا نعي أنه من الأهمية تغذية الموهوبات ببعض البرامج المكملة كمعلومات عامة تفيد الموهوبة وتجعلها تعي مشكلات مجتمعها وبالتالي تفكر في المساهمة لحل تلك المشكلات لذلك تضمنت الفقرات النشاط استضافة محاضرات زائرات وبعض الزيارات التي تفي هذا الجانب حيث كان في البرنامج زيارتين ميدانيتين الأولى كانت لمشروع البنية التحتية للحرم النبوي الشريف للتعرف على مشروع محلي بتقنيات عالمية والثانية كانت للمجمع الصناعي للوسر المنتجة لتتعرف الموهوبات على مشروع محلي بإمكانات تقنية هندسية إن هذه الأنشطة تقدم بطرق جذابة وطرق تناسب الفئة العمرية للموهوبة كما أن هناك جزء كبير والذي تضمن نشاطات ترفيهية مثل البرامج الرياضية والإنشادية وبعض الأعمال اليدوية الفنية مثل عمل الحلي والخزف وغيرها وأتينا لنهاية المطاف حيث سخر الفريق جل اهتمامه للخروج من هذا البرنامج بثمرة النجني من خلالها ابتكارات ومنتجات موهوبات مدينة المصطفى عليه أفضل الصلاة وتم التسليم ومثل ما استقبلناهن ووليات أمورهن بحفاوة وتكريم في لقاء تعريفي نودعهم في حفل ختامي تتخلله فقرات مبهجة وبناءة سائلين المولى عز وجل أن ينفع بموهوباتنا الإسلام والمسلمين وأن يسخرنا لما يحبه ويرضاه